السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر أجواء غير مستقرة مع تراجع محسوس في درجة حار القصوى سيبقى متواصلا إلى غاية يوم الأحد القادم بحول الله نستهل الآن نشرة الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضحها دائما تمركز بعض الصحب وهذا على أغلب المدن الشمالية وحتى المدن الجنوبية نمر الآن لتوقعات التقسي صباحة السبت صحب سفلة كثيفة احتيما أنها تعطينا بعض القطارات من الأمطار ستخص هذا أغلب المدن الشمالية للوطن بالمدن الجنوبية تبقى دائما الأجواء غائمة جزئيا بصحب سفلة كثيفة وهذا على أغلب المدن الجنوبية بالنسبة لدرجة حار نسجلها لصباحة السبت بحول الله ستة سلية 18 درجة بالجزايا العاصمة و21 بعنابة 13 درجة سجلها بمدينة وهران وكذلك 17 درجة بكلمسان 16 بالمدية 18 درجة ببتنا 16 بصيف كذلك معسكر 17 بقسنتين 18 بشلف بالجنوب سيتم تزي 21 درجة بمدينة بشة 17 بيتين 28 بأدر عين صلح وكذلك عين 22 درجة 28 بيوركلا و25 درجة بمدينة الواد نمر الآن لتوقعات التقس لظهيرة السبت تبقى دائما الأجواء غائمة بصحب سفلة كثيفة وهذا على أغلب السواحل الغربية والوسطى لكن الأمطار الرعدية تبقى دائما تنشط بالمدن الداخلية الشرقية وصول إلى غاية السواحل الشرقية بالجنوب تبقى دائما الأجواء غائمة جزئيا وهذا بصحب سفلة لكن الأمطار الرعدية تبقى دائما تنشط على منطقة السورة وكذلك شمال الصحرى وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاسيلي هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حاقس وسطة صحية 28 درجة بوهران 26 بجزر العاصمة 30 درجة سجلها بمدينة عنابة وتلمسان 29 بسكيكدا 33 درجة ببتنا والجفة 32 درجة بمعسكر 27 درجة سجلها بمدينة بيجايا بالجنوب سيتم 38 من مدينة بشار 36 بيتندوف 43 درجة بأدار 45 بعنصالح 43 كذلك من مدينة ورقلة 42 درجة بلواد 36 بيتامراس 42 درجة بأقصى الجنوب منطقة عينجزان نمر الآن إلى إطلال خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر بداية من سواحل بنصاف نحو وهران مستغانم سيكون بحر مضطرب إلى هائج وفق لياح شمالية شرقية إلى الشرقية تراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيبازان نحو جزايا العاصمة بومردس وبجاية سيكون بحر قليل الاضطراب إلى مصطرب وفق رياح شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيجيج نحو سكيك داعنا بايل غاية القالة سيكون بحر قليل الاضطراب وفق رياح شمالية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية تين دوف والتي تقع بالجنوب الغربي تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 1751 كم والذي يحب تزياد المدينة خلال الأيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون مشمس وصافي وهذا يوم السبت لكن سيكون غائم جزئيا ذلك يومي الأحد والإثنين مع درجة حرارة الدنيا ستراوح ما بين 18 إلى 20 درجة خلال الصباحة وما بين 33 إلى 38 درجة خلال الظاهرة الرياح ستكون ضعيفة ما تعداش 18 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة هي الأخرى ستكون منخفضة نوعا ما لتصل إلى 30% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلاكية خص الجزائر العاصمة وبعث من ولايات الوطن بهذا مشاهدنا الكرام نسل وياكم إلى ختم نشرتنا دمتم في رعاية لوحفظه السلام عليكم